دين التمثل والحوار بنا الحمد لله فرض الصيام على عباده وجعله مطهرا لأبدانهم من الذنوب والآسام وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين ولي الأبرار ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير من صلى وصام وخير من وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام ثم أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم كيف نستقبل رمضان يا سبحان الله كم من أناس كانوا معنا في العام الماضي صاموا معنا قاموا معنا رتلوا القرآن أين هم الآن إنهم في القبور ينتظرون البعث والنشور وهناك من بيننا الآن قوم جاءهم رمضان إلا أنهم لا يستطيعون الصيام ولا يستطيعون القيام ولا يستطيعون تلاوة القرآن إما لمرض نزل بأبدانهم أو لضعف حل بقوتهم أو لوباء أغلقت على أثره المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الديان خلق الله السماوات سبعاً فاختار السابعة ففضلها وقربها منه وخلق الله الملائكة واختار من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وخلق الله الجنان فاختار منها الفردوس الأعلى فكرمها وجعل عرشه فوقها وخلق الله البشر فاختار من البشر الأنبياء واختار من الأنبياء الرسل واختار من الرسل أولي العزم الخمسة واختار من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم واختار من الخليلين رسول الله صلى الله عليه وسلم الله خلق الشهور والأعوام فاختار شهر رمضان على سائر الشهور وجعل فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم اللهم لا تحرمنا صيام هذا الشهر المبارك يا رب العالمين ابدأ معي الآن أيها المشاهد الكريم فقل اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم ربي وربك الله أعنا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن سلمنا رمضان وتسلمه منا وسلمنا له يا رب العالمين وتسلمه منا متقبلا اغفر ذنوبنا وارحمنا به يا أرحم الراحمين أنت ولي ذلك والقادر عليه رمضان كان يفرح به رسول الله إي وربي هل صليت عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله فيما يروي أبو هريرة كما جاء عند النسائي وأحمد وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان كان يقوم في الصحابة فيقول لهم جاءكم رمضان شهر مبارك الله أكبر إي وربي شهر مبارك مبارك على الفقير مبارك على الغني الشحيح مبارك على العاصي حتى يتوب الله عليه مبارك على الطائع لأنه يتقرب فيه إلى الله مبارك حتى على من نزل به البلاء لأن للصائم دعوة عند فطره لا ترد اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين ارفع عنا الغلاء والوباء وسيء الأسقام أمت ولي ذلك والقادر عليه قال النبي جاءكم رمضان شهر مبارك نعم الله فرضه علينا فيكمل الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول قد فرض الله عليكم صيامه ما الحكمة ما الحكمة يا رب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون لعلكم تعطشون لعلكم لمالكم توفرون لعلكم لطعامكم تدخرون لعلكم تشعرون بالفقراء أو تحسون لا والله لعلكم تتقون الله أكبر إذن الحكمة من الصيام لا للتجويع ولا للتعطيش ولا لحرمانك من الحلال في نهار رمضان من بزوغ الفجر الصادق إلى غروب الشمس إنما للتقوى أخي الحبيب التقوى ها هنا كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم التقوى تجعل الغني يطعم الفقير التقوى تجعل الزوج يرحم زوجته التقوى تجعل الولد يبر أباه وأمه التقوى تجعل الدولة القوية تعطف على الدولة الصغيرة ولا تأكل حقها ولا تأخذ خيرها ولا تأخذ خيراتها أخي الحبيب سبحان الله التقوى أن تؤمن بما أنزله الله التقوى أن تعمل بما أنزله الله التقوى أن تخاف من الجليل وتعمل بالتنزيل وتستعد ليوم الرحيل الله أكبر وترضى بالقليل بل إن رجلا رجل يسأل سفيان الثوري فيقول له يا سفيان ما التقوى فقال له سيدنا سفيان الثوري هل مشيت في طريق فيه شوك قال إيه وربي قال ماذا صنعت قال اتقيت ونظرت فإذا بي أرفع رجلي وقدمي عن الشوك وأرفع ثوبي عن الشوك قال هي التقوى أن تمشي بنور من الله على تقوى من الله ترجو ثواب الله وتخاف من عقاب الله هي التقوى أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يكمل فيقول جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب الجنة نعم تفتح فيه أبواب الجنة فلم يغلق منها باب لما أخي الحبيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام لكثرة الأعمال الصالحة لكثرة الخير في رمضان لكثرة الطائعين في رمضان لكثرة المتصدقين في رمضان لكثرة البكائين في رمضان لكثرة المتذللين في رمضان لكثرة الراكعين في رمضان لكثرة الساجدين في رمضان لكثرة من يقول يا رب فيقول لهم ربنا لبيك عبدي لبيك وسعديك اطلب انا الملك هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاتوب عليه هل من رجل يطلب مطلبا فاللبيه له هل من امرأة تطلب العفاف والستر فاعطيه لها يا اخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا فقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه استحضر النيا الان رمضان بعد سويعات ثم رمضان ايمانا بان الله قد فرضه علينا ايمانا بان الحبيب صلى الله عليه وسلم قد صام رمضان واحتسابا للأجر عند الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أنت تتعامل مع الكريم بل اسمع بعد ما تصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أيقف النبي عند هذا الحد لا والله بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بالله عليك الله ينادي عليك فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من الغفور؟ من الرحيم؟ إنه الله الرحمن الرحيم الغفار التواب صاحب الجود والكرم اسأل ربك وابكي بين يديه وقل يا رب تب علي لأتوب شهر مبارك فرض الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار الله أكبر أبواب النيران قد غلقت نعم أناديك أيها العاصي أناديك أيها المذنب وأنا أولكم والله لو كانت للذنوب رائحة لكنت أمتنكم رائحة ولكنه ستر الله الذي ينزله علينا أناديك فأقول لك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أما كنت من المحسنين في يوم من الأيام أما ناديت على ربك فقلت يا رب اغفر الذنب واستر العيب وتب علي لأتوب يا الله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يكمل فيقول وتغل فيه مردة الشياطين إني بتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي أتدري كيف الخلاص أتدري إلى أين الخلاص أتدري أين طريق النجاح في قول لا إله إلا الله وفي السير على نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم غلت مردة الشياطين إذن لن يبقى لك إلا النفس فيا أخي الحبيب لا تضيع هذه الأيام المباركة التي تقبل علينا إن شاء الله طيب معنى اتصال إن شاء الله معنى آمة الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم بالسلام ورحمة الله وبركاته أنا بس لما بقى صلي بدي لي وسواس وحش آوي في الصلاة وسواس في الصلاة تعال بالصلاة بس وسواس مع ربنا أنا خايفة لك كنا أنا وعف تمام أنت بتصلي بتحفز على الصلاة في وقتها يا أمت الله آه بحافز على الصلاة في وقتها بس كل ما أنا صلي وسواس وحش بس مع ربنا أنا خايفة تمام لا ما تخفيش وبشرك إن شاء الله ربنا يستورك دنيا وآخرة ويحسن خواتيم الأعمال يا رب العالمين معنا أمم محمد إن شاء الله السلام عليكم ربنا يشفيه وعفيه يعني هو بيطلع الزكاة على أولاد بيطلع الزكاة على أولاده عليك أنت وإخوات يعني أنا بنته فبيطلع الزكاة بيديني وبدي أختي وبدي أختي يعني بيديهم الزكاة بتاع رمضان هو بتاع الصيام بتاعه طيب يغوز ولا حاضر أجيبك إن شاء الله أجيبك إن شاء الله بالنسبة لأمة الله يعني في الصلاة يأتيها وسواس أحسن الوضوء توضي وضوء تمام أسبغ الأعضاء تمام ثم دخلي إلى الصلاة واستقبل كأن الكعب أمامك وكأن الله يطلع عليك وكأن الجنة عن يمينك وكأن النار عن يسارك وكأن الموت ينتظر خلفك حتى تقضين هذه الصلاة طيب أنا يا عم الشيخ عملت كل ذه أجال الوسواس هناك حديث للنبي إذا جاءك وسواس الصلاة فقل أعوذ بك من شر حنزب حنزب هذا شيطان الصلاة طيب يا عم الشيخ أنا مش فاكر الإسم قولي اتفلي عن يسارك سلاسا تفل بدون ريق ثم قولي أعوذ بك من شر شيطان الصلاة يذهب عنك إن شاء الله هذا الوسواس وأسأل الله أن يتقبلك في الصالحين تقول والدي يخرج الزكاة علي وعلى إخوتي يعني على أولاده على الفروع أقول لك جمهور العلماء يقولون بأنه لا يجوز للأب أن يخرج الزكاة على أولاده لأنهم فروع له يعني هو اللي بيصرف عليهم تمام فلا يجوز لك أن تخرج الزكاة على أولادك اللهم إلا إذا كانت صدقة يعني ليست في الزكاة ليس اللي 2.5% اللي أنت بتطلحهم فأنا بطلع الصدقة دي على زوج بنت الفقير وعلى بنت الفقيرة المحتاجة فهذا جائز والله أعلم معنا الأستاذ الهام سلام عليكم الله يستورك يا أستاذ الهام يا شيخ أنا الآن كان في مشاكل بيني وبين زوجي تمام فقدت بصف منه انتصال ساعة ما بيحصل الضرب أو إيهانة أو تعدي علي يعني فكنا في نفسي تتدخل ما بينه وبنحد المشكلة تمام فكان كل مشكلة أنا كنت لك فدها بالشبكة كان بياخد مني الشبكة غزبا عني لحد آخر المشكلة دي يا باب دي دي علي وضربني وصممت هنا أغطب عند والدي يعني تمام فوالدي والدي حبي يصلح ما بينك أزا ماذا وقال له خلاص ويا تبتعال أخذها وكده هو كان بيرسط قال له لا البيت مفتوحية تيجي زي ما مشي هو اللي مشي معاك يا أولاد يا أستاذ هيلهام لا معيش أنا أولي أنا بيت آتين ونص ربنا يرزوك الزرية الصالحة قولي أمين اللهم أمين وربنا إن شاء الله يصلح ما بينك وبين الزوج إن شاء الله تفضلي كميلي يا أستاذ هيلهام حاضر أديبك إن شاء الله معنا محمد سلام عليكم أمم محمد أسمعك أمم محمد فضلي سلام عليكم عليكم السلام أستاذينك بس يعني وط صوت التلفزيون وكلمينه من التلفزيون أيوة أسمعك فضلي دلوقتي أنا ابن مسافر برا فدلوقتي هو بيولي طلع عليه الزكاة وفيه هنا يعني بدل هو مش عارف حد هناك يطلعه ينفع يعني آه ينفع إن شاء الله يا أمم محمد ينفع إن شاء الله شكرا هو يحدد لك بس القيمة اللي أنت هتطلعيها معنا مصفية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذاك فضلت الشيء الله يستورك يا رب أنا من فات النطرة ما كنت بهدلاني والدنيا وأنا الشقة عندك بتجرقانة وقلت محتاجة أن أنا أنا شجر بأي سيسي إن أنا محتاجة شقة تمام أنا تعب هنا وقلت كل يوم والتنلف على شقة مش لأي حاجة ربنا يستورك يا رب وإن شاء الله وإن شاء الله حضرتك بس يسيب رقمك في الكنترول وأكيد حد من المسؤولين يكون سمعنا الآن إن شاء الله بإذن الله الأستاذ الهام تقول فيه مشاكل بينه وبين الزوج والزوج ده خد الذهب بتاعي وطبعا دلوقتي بقول ملكيش غير المؤخر وملكيش حاجة عندي يعني أقول لك أيها الزوج يا من تستمع إليه الآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم يعني حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم دارت بينه وبين السيد عائشة مشكلة فيقول لها يا عائش أترضين بأبي عبيدة بن الجرح حكما قالت يحبك وسيحكم لك يا الله أمين الأمة يحبك وسيحكم لك قال أترضين بعمر الفاروق عمر قالت رجل غليظ القلب وأنا أخشاه أنا بخاف منه قال أترضين بأبي بكر الصديق حكما قالت نعم رضيت بأبي فأرسل النبي في طلبه لأبي بكر الصديق فجاء أبو بكر فقال النبي يا أبا بكر إنما جئنا بك حكما ولم نأتي بك مؤدبا تقصين أنت أما قص أنا يا عائش يعني تحكي ولا حكي قالت قص أنت ولا تقل إلا حقا يا محمد يا الله وما ينطق عن الهوى هل يكذب النبي هل يقول النبي إلا الحق فقام عليها أبوها فلطمها على خدها حتى صار الدم على وجهها فقال يا عدوة نفسها وهل يقول النبي إلا الحق فاختبأت بظهر رسول الله فقال له النبي على رسلك يا أبا بكر يا الله مع السلامة إنما جئنا بك حكما ولم نأتي بك مؤدبا فلما ذهب أبو بكر قال النبي لعائشة يا أم المؤمنين يا عائش يا حميراء ذهب الأب فتعالي فتناست المشكلة وضحكت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مر في يوم من الأيام وسمع الضحك فقال أشركاني في حربكما في سلمكما كما أشركتماني في حربكما فيا أيها الرجل اتق الله في زوجتك اتق الله في زوجتك معنا اتصال من السعودية لأستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم محمد كل عام حضرتك بخير وحضرتك بالصحة والسلامة أنا بس أعيد السؤال بس من حضرتك كده بنزل صلاة الترميح احنا نجدها ازاي في البيت حاضر انت ما زلت في السعودية واسم محمد في السعودية طبعا احنا نحبزين في البيت والجوامع نتقر نرفع الله نرفع عنها هذا الهم يا رب يا رب يا حبيبي أسأل الله عز وجل أن يرفع عنها البلاء والغلاء والوباء يا رب الله محمد ربنا بارك حضرتك وفيك بارك وإن شاء الله ربنا يردك إلى أهلك سالما غانما معافى أنت والمسلمين أجمعين يا حبيبي فضل يا اسم محمد فضل سبحان الله أم محمد تقول يعني ابن مسافر فهذه أجبناها أن الزكاة يقدرها ولدك فيقول يا أمي أخرج مثلا 2003 وأنت توزعين هذا المال على الفقراء واليتامة والأرامل والمساكين من أمة الحبيبي صلى الله عليه وسلم السؤال بتاع اسم محمد من السعودية يقول صلاة الترويح كيف تصلى في البيت يا أخي الحبيب والله كانت البيوت مهجورة من الصلوات وكانت البيوت مهجورة من القرآن وجاء الوقت الآن في هذه الغمة وفي هذه الأزمة وفي هذا الوباء الذي أسأل الله في هذه الأيام أن يرفع عن مصر وعن العالم أجمع هذا الوباء والبلاء يا رب إنه ولي ذلك والقادر عليه جاء الوقت لكي أصلي مع أولادي في البيت نعم إيه المانع إن أنا خلي ابن الكبير يصلي ركعتين واللي بعده ركعتين وأصلي والزوجة خلفي وأولادي البنات خلفي يا أخي الحبيب عمروا هذه البيوت ولا تجعلوها كالقبور مملوئة بالظلمة عمروها بالركعات عمروها بالسجدات عمروها بتلاوة القرآن عمروها بالتسبيح عمروها بالتهليل فجاء الوقت الآن لكي تصبح هذه البيوت شديدة النور شديدة الجود والكرم شديدة الرحمة شديدة المغفرة حتى ينظر الله إلينا فيستجيب لنا الدعاء إن شاء الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكمل فيقول سهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين ولله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم اللهم لا تجعلنا من المحرومين ولا السامعين ولا المشاهدين يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه ليلة أفضل في ثوابها أفضل في خيرها أفضل في نعيمها أفضل في تقواها وفي سجودها وفي ركوعها وفي تلاوة قرآنها من ثمانين عاما في الجهاد وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي العمرة قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا مع رمضان وقفات أما الوقفة الأولى هي التوبة نعم أقول لك يا من أخذت الرشوة تبي إلى ربك الآن يا من أكلت الحرام تبي إلى ربك الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يرويه الإمام مسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب الجحيم وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر معنا اتصال إن شاء الله معنا لأستاذ ياسمين سلام عليكم فعليت وفاعت لا ورتعت بذلك حدث الشيخ الله ستوريك يا أستاذ ياسمين سمحتك أعز أقول لك نحن يعني جيراننا الفتشنا على طول بتأذيننا يعني نبصي كل شوية ناكل بالشاكل مع بعض والمشاكل مشاكل خالص حدث الشيخ بس اختصرنا منها صحي يعني شهر رمضان داخل يعني دورك ما فيش حد برد السلام على حد خالص فهل صحي يعني محل نعمل فصرنا منها يعني شه خطر بس من أزيش مثلا ولا نعمل نحن سيئات ولا حاجة بس عشان خطر مبقاش تبقى يعني يعني نعمل ولا مش تخزيت أكتر الاختفاد ده صح ولا مش صح يا أستاذ ياسمين أنت تتكلمين يعني منتهى الصراحة يزاكم الله خيرا سارعي أنت وابدئيهم بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق سلاس يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الله يقول والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لمن هجر أخاه وهذا لمن هجر جارة وهذا لمن هجر قريبة وهذا لمن هجر زوجته وهذا لمن هجر أباه وأمه أقول لك حبيبك النبي في يوم قاعد مع الصحابة فتبسم النبي فقال له سيدنا عمر بن الخطاب أضحك الله سنك يا رسول الله ما الذي جعلك تبتسم قال رجلان من أمتي جثيا على ركبتيهما أمام رب العزة يقول أحدهما يا رب خذ لي بحقي من أخي خذ لي مظلمتي من أخي فقال له ربنا وماذا تصنع ولم يبق مع أخيك من الحسنات من حسنة مع وش حسنات قال فليحمل عني من أوزاري فليحمل عني من أوزاري وهنا فاضت عين رسول الله قال إنه لا يوم عظيم يوم يتمنى المر أن يحمل عنه من أوزاره فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل فيقول فإذا به يقول ربنا له أي للمظلوم قم فانظر فيقوم فيجد قصورا مكللة باللؤلؤ والياقوت والذهب والفضة لأي نبي هذا لأي صديق هذا لأي شهيد هذا يا رب قال هذا لمن يملك السمن قال ومن يملك السمن يا رب إلا نبي أو صديق أو شهيد قال أنت تملك السمن قال أنا قال نعم بعفوك عن أخيك قال أشهدك يا رب أني قد عفوت عن أخي فيقول خذ بأيدي أخيك وادخل إلى الجنة فاتقوا الله وأصلحوا بين إخوانكم معنا محمد سلام عليكم سلام عليكم محمد أسمعك أسمعك تفضلي طيب معنا الصديق السلام عليكم أسمعك قال يا رب السامي يا رب سامي يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا الله يخليك يا رب الله حضرتك أنا أعرف أنت في السؤال لأبعدة اللي شاهد تزود مشكلة ما بيني أختي يعني بقى لها يعني بقى لها أسانا كده يعني تمام وهو ما ينفع في يعني هو الزعب ينفعنا كده أحسن لي وليها إيه بقى يعني شهر رمضان علينا بص يا حبيبي يعني أنت تسأل سؤالا طيبا وربما يعاني منه جل المصريين بل جل العالم الذي يشاهدنا الآن وهو يعني لو أنا كلمت أختي هيحصل بنا مشاكل لا والله إن الذي يعني يخيل لك هذا الشيطان عليه من الله ما يستحق يعني حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه إلا عايز الخير إلا عايز المال إلا عايز حب الناس إلا عايز الصحة إلا عايز طولة العم يعفو عن أقربائه يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه وحجي الحبيبك النبي انت صلت عليه صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله إن لي أهل قرابة أصلهم ويقطعونني أحلم إليهم ويسيئون إلي أعطهم ويمنعونني فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل يعني الطراب فإن تعامل أختك معاملة حسنة وقول للناس حسنة بالله عليك من لها بعد والديها إلا أنت أختك لو اعتدى عليها زوجها الآن حصلت بينهم مشكلة هتطلب من تنادي على من ترجو من تخاطب من أنت العاقل الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أعطاك الله العقل والحكمة فاتق الله وأصلح ما بينك وبين أختك يعني أنت لو خدت هدية وذهبت إلى أختك الآن وإلى أولاد الأخت الآن في بيت زوجها السلام عليكم وخدتها كده بين صدرك وبين ذراعيك وقبلتها ثم أعطيتها الهدية وأولادها وسمحيني يا أختي وسمحيني في هذه الأيام المباركة والله ستيدون الخير كله إن شاء الله معنا الأستاذ ربيع السلام عليكم ورحمة الله طيب حاولت اتصل مرة تانية أستاذ ربيع انقطع للتصال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن طريق رمضان هناك شوك في الطريق انزع هذا الشوك الآن أول شوكة المعصية يا عم الشيخ إزاي أنا أصوم وأنا راجل عندي ما الحرم في بيتي إزاي أصوم وأنا قبل رمضان ارتكبت كبيرا من الكبائر ارتكبت جريمة الزنا أصوم إزاي يا مولانا هل يقبل الله مني الصيام يا أخي الحبيب نعم الله ينادي عليك ويقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فيما يروي بريدة كما جاء في صحيح الإمام مسلم بأن ماعز بن مالك الأنصاري جاء إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله زنيت فطهرني فأعرض عنه النبي وقال ويحك ارجع إلى ربك وتوب واستغفر فجاءه مرة ثانية يا رسول الله زنيت فطهرني قال ويحك ارجع إلى ربك فتوب واستغفر فجاءه في الثالثة فجاءه في الرابعة والنبي يقول ويحك ارجع إلى ربك وتوب واستغفر قال زنيت فطهرني يا رسول الله قال أبيه جنون الرجل دمجنون لا عقل له قالوا لا يا رسول الله رجل عاقل قال أشرب خمرا يعني ربما غاب عقله فقام فقام أحد الصحابة فاستنكه قال لم يشرب خمرا يا رسول الله فقال له النبي أزنيت قال نعم قال النبي ارجموه فقام الصحابة فرجموه سبحان الملك فإذا به عندما رجم قال الصحابة رجمنا ماعز لأنه ارتكب جريمة الزنا فأقبل عليه عليهم النبي بعد يومين أو ثلاثة ثم قال استغفروا لماعز بن مالك فلقد تاب توبة لو قسمت على أمه لوسعتهم الله أكبر تب وإياك أن تستعظم المعصية على مغفرة الله وعلى رحمة الله لأن الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء تب الآن يا أخي الحبيب عن أكل الحرام تب الآن عن الرشوة تب الآن عن أذية المسلمين تب الآن عن خصام المسلمين تب الآن عن أذية غير المسلمين فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان على راحلته بأرض فلاه في الصحرة ويركب داب حمار أو بغل أو فرس وعليها طعامه وشرابه فانفلتت الراحلة وعليها الطعام والشراب يا سبحان الله فأيقن بالموت ثم وجد شجرة فاتكأ إليها وانتظر الموت وبينما هو نائم وجد راحلته أمامه فأمسك بخطامها وعليها طعامه وشرابه فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقول النبي وهو يبتسم أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح الله يفرح بتوبتك الله يفرح بأوبتك الله يفرح بدمعتك الله يفرح بنادمك اقبل على رمضان وادخل إلى الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ادخل عليه بتوبة نصوح تقول ما امرأة من النساء يا عم الشيخ أنا ارتكبت الذنوب عظيمة أنا لا أريد الصيام لا أريد أن أصوم ولا أقرأ قرآن ولا حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لماذا يا أختاه؟ أذنبك عظيم؟ تقول نعم أقول لك جاءت امرأة من الأزد هذه المرأة تسمى الغامدية جاءت إلى رسول الله وقالت يا رسول الله زنيت فطهرني فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ارجعي فتوب إلى ربك واستغفري قالت لا تردني يا رسول الله كما ردت ماعز فإني حبلا من الزنا فقال لها النبي الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اذهبي حتى فضعيه فذهبت تسعة أشهر لم تفكر في الهروب ولم تفكر في عمل جواز سفر مزور ولم تفكر أنها تسافر إلى دولة أخرى لأنها لا تراقب بوليس الأداب ولا تراقب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تراقب واليا ولا حاكما ولا قاضيا إنما تراقب ربها إذا خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب فلما ذهبت ووضعت ولدها جاءت به في خرقة ها قد وضعته يا رسول الله فطهرني فقال لها النبي اذهبي حتى تفطنيه حولين آخرين يعني ثلاثة سنوات بحملها بفطامها لولدها وبرضاعها وبرضاعتها لولدها ثلاثة سنوات إلا قليل إلا ثلاثة أشهر فإذا بها تأتي بعدما فطمت ولدها وجاءت بكسرة خبز في يده وقالت ها قد فطمته يا رسول الله فطهرني عجل يا رسول الله حتى أرحم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فأخذ النبي ولدها ودفعه إلى أحد الأنصار ثم قال أقيم عليها حد الرجم لأنها كانت متزوجة فلما رجمت كان من بين الراجمين سيف الله المسلون خالد بن الوليد رمها بحجر فطلطق وجهه بدمها فقال لعنة الله عليك ألا لعنة الله عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها لا تترضها من رحمة ربها لقد تابت توبة لو قسمت يا الله لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه ثم قام النبي بنفسه يمشي كالشمس وضحاها وكالقمر إذا تلاها وكالنهار إذا جلاها ليصلي عليها بنفسه فوقف إليه فوقف إليه في الطريق عمر الفاروق عمر وقال إلى أين يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت قال يا عمر لقد تابت توبة لو تابها سبعين من أهل المدينة لوسعتهم الله أكبر ثم قال أما يكفيك يا عمر أنها جادت بروحها لربها استعدوا لهذا الشهر بالصيام بالقيام بتلاوة القرآن سويعات اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام وعلى القيام وأعنا على صالح الأعمال لمن تترك هذا الباب باب في الجنة إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون اللهم اجعلني منهم والمشاهدين الكرام وكل من قال آمين يا رب العالمين والمسلمين أجمعين هذا الباب ينادى أين الصائمون أين الصائمون فيقوم الصائمون ويدخلون من هذا الباب فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل أحد غيرهم اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام وعلى القيام اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين اللهم اغني فيه الفقراء وارحم فيه الضعفاء واشفي فيه المرضى اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم من أراد بلدنا بخير فاعنه عليه ووفقه إليه ومن أراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته